اشتركوا في القناة المجرس الوزراء حفظه الله خلال المناقجة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين والتي عقدت مؤخرا بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية أكد المجرس على ما تضمنته من أهمية الالتزام بالسلام كركيزة أساسية لبناء الازدهار الاجتماعي والأمل المستدام وما أكدت عليه الكلمة بشأن دعم الدعوات لإصلاح المنظمات الدولية الحيوية متعددة الأطراف بما فيها الأمم المتحدة لضمان أن تعكس الحقائق الجيوسياسية الحالية ثم أشهد المجلس بنتائج لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالولايات المتحدة الأمريكية مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لافتا إلى ما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة من النمو والازدهار في ذات السياق أكد المجلس على أهمية لقاءات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار ترأس سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا لوفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ثم تابع مجلس الوزراء التطورات ومسجدات التوترات في المنطقة ودعا إلى ضرورة مواصلة السعي لتجنب زيادة تفاقم الأوضاع الإقليمية والمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووقف التسعيد بالمنطقة بما فيه خير ومصلحة الجميع أكد المجلس أن ما تتميز به مملكة البحرين من روح وطنية جامعة ونسيج مجتمعي متماسك الذي يلتف دوما حول راية الوطن وقيادته يمثل سياجا منيعا لحماية الوطن ومرتكزا لمواجهة كافة التحديات في مختلف المواقف والظروف أعرب المجلس في هذا الصدد عن ثقته بأن أبناء البحرين بثوابت المجتمع الأصيلة وانتمائهم الوطنية الراسخ حريصون على الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامته وأمن المواطنين والمقمين على أرض الوطن ومواصلة الإسهام في تحقيق التطلعات التنموية بعدها شارى مجلس الوزراء بمناسبة يوم المعلم العالمي إلى الدور الذي يطلع به المعلمون من أبناء الوطن في دعم المسيرة التعليمية وتهيئة الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها على المشاركة الفاعلة في التنمية والبناء متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الاطلاع برسالتهم الوطنية النبيلة بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في استشهاد اثنين من الجنود أثناء التعامل مع الحريق الذي اندلع بسوق جدة دولي داعيا المولى جلت قدرته أن يرحم الشهدين بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته كما أعرب المجلس عن أصدق تعازيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد عدد من منتسب القوات المسلحة الإماراتية في حادث أثناء تأدية واجباتهم الوطنية في الدولة متمنيا للمصابين الشفاء العاجل سائلا الله عز وجل أن يتغمد شهداء الأبرار بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية أولا مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بإشان توصيات اللجنة حول المبادرات التطويرية لتعزيز تقدم البحرين دوليا على صعيد الحكومة الإلكترونية ثانيا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بإشان مستجدات أداء مملكة البحرين في التقارير والمؤشرات التنافسية ذات الأولوية ثالثا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بإشان الإجراءات التنظيمية للخدمات الإسكانية رابعا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشان مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية خامسا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي سادسا مذكرة سعادة وزيرة السياحة حول اصدار قرار وزاري باضافة موقع سياحي جديد للجداول المرافقة للقرار الخاص بتحديد المواقع السياحية سابعا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم اخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي اولا نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي حول اوضاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ثانيا نتائج اجتماع سعادة وزير الخارجية مع وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمملكة المتحدة ثالثا نتائج المشاركة في احتفال يوم السياحة العالمية رابعا نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة خامسا المشاركات الخارجية لاصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة الى مملكة البحرين